اشتركوا في القناة من مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية وتصدرت الاهتمامات التخطيطية اولويات المجالس البلدية بنسبة 48% من اجمالي قراراتها المرفوعة وبلغ عدد القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة 190 من اجمالي القرارات والتوصيات المرفوعة فيما لم يتجاوز عدد الاعتراضات على القرارات والتوصيات 58 اعتراضا وأكد الوزير أن الوزارة ماضية قدما في تسخير كل الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية في دور الإنعقاد الثالث مشيدا في هذا السياق بتعاون رؤساء وأعضاء المجالس وجهودهم الحثيثة في خدمة الوطني والمواطنين